أقامت الكنيسة الأرثوذكسية صلاة المجدل الكبرى احتفالا بعيد الاستقلال السادس والسبعين للمملكة وذلك بعد انتهاء القداس الإلهي الذي ترأسه سيادة المطران خريستو فوروس عطالله مطران الأردن للروم الأرثوذكس وذلك في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في منطقة صويفية بعمان تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي تفاصيل أوفى في منطقة صويفية بعمان احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الاستقلال السادس والسبعين وذلك خلال قداس احتفالي أقامته في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في الصوفية حيث رفعت الصلاة تضرعا وابتهالا إلى الله العلي القدير من أجل أن يحفظ الأردن وقيادته الهاشمية الحكيمة وحكومته الرشيدة وشعبه الأمين وقد شارك في الخدمة عدد من الآباء الكهنة بحضور وزراء وأعيان ونواب وهيئات دبلوماسية وممثلين عن رئاسة هيئة الأركان في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومديرية الأمن العام وشخصيات رسمية وعام وسط حضور غفير من المؤمنين وحشد من أبناء الرعية وبهذه المناسبة ألقى سيادة المطران خريستوفورس مطران الأردني للروم الأرثذوكس كلمة أشاد فيها بالوصاية الهاشمية التي يوليها جلالة الملك عبد الله الثاني للمقدسات المسيحية والإسلامية الذي يحمل المسئولية التاريخية تجاه القيامة والأقصى وقال سيادته إننا فخورون بما قدمه المسيحيون في هذا البلد مع إخوتهم المسلمين في معظم مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية وفي القطاعات كلها بلا استثناء مجددين بكل فخر واعتزاز المبايعة والولاء لقيادة جلالة الملك ليستمر الأردن أنموذجا يحتذا في وحدته وأمنه وإنجازاته الحضارية ومواقفه الإنسانية والوطنية الكبيرة ننتهز هذه المناسبة لتجديد مبايعتنا وولائنا وإلتفافنا حول قيادة جلالة الملك الحكيمة ليستمر الأردن أنموذجا يحتذا في وحدته وأمنه وإنجازاته الحضارية ومواقفه الوطنية والإنسانية الكبيرة ولا يسعنا في الختام إلا أن نرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم والعائلة الهاشمية الكريمة وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية وحكومتنا التي نسأل لها التوفيق والخير والأسرة الأردنية الواحدة أسمى آيات التهنئة والتبريك بهذه المناسبة الوطنية الغالية عيد الاستقلال متدرعين إلى الله عز وجل أن يبقى الأردن دائما وأبدا آمنا قويا ومزدهرا وكل عام وأردننا الحبيب بألف خير وسلام وبركة وتحدث العميد الدكتور عبد الله غنما ممثل رئاسة هيئة الأركان المشتركة باسم جميع زملائه الضباط شاكرا هذه اللفتة الطيبة والدعوة الكريمة متمنيا بهذه المناسبة العمر المديد لجلالة الملك وللأردني وشعبه دوام العزة والفخر أولا اسمحوا لي باسم عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة قائد الجيش وباسم زملائي ضباط الأمن العام وضباط قوات مسلحة بتقديم شكر الجزيل على هذه التعوى وعلى هذه الاستضافة بمناسبة عزيزة وغالية علينا وهي مناسبة استقلال المملكة الأردنية الهيشبية وهذا صحيح مش غريب على النوترانية الأردوكسية اللي طول عمره بتمثل عبارة عن شعلة متقدي من الوطنية وبرضه مش غريب عن سيادة النوتران خريستوفوروس اللي أنا بعرف بكل صلواته دائما بدعو لجلال سيدنا بدعو للجيش بدعو للأجهزة الأمنية وللأمن والأمان في البلد فشكرا جزيلا على هذه الدعوة اللي احنا ضباط المسيحيين يعني انخلاطنا في القوات المسلحة وفي الأمن العام منذ البدايات ويعني هناك تلاحم قوي طبعا ومشاركة فعالة من بداية قوات المسلحة والأجهزة الأمنية وهذا واجبنا فاحنا مواطنين درجة أولى واحنا أصحاب البلد واحنا عريقين فبالتالي يعني هذا يقدر كمان الكنيسة أردوكسية احتفالك بعيد الاستقلال وبالكنيسة هذا إشي كبير كل شكر سيدنا الله تكير عافية كل عام متبخير جميعا شكرا جزيلا وبعد انتهاء القداس توجه الجميع إلى قاعة الكنيسة حيث تقبل المطران عطلة التهاني بعيد شفيعه القديس خريستوفوروس وعيد الاستقلال المجيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة